وبيقول وانا تبادل السيارة يوم العيد بالرغم ان كل الوان الطعام بتبقى واحدة عند المصريين باختلاف الكميات عشان الطبقة الاجتماعية اروح عندك في العيد الصينية اللي بلاقيها فيها كل خيرات ربنا هي اللي موجودة عندك هي اللي موجودة عندي كلنا واحد وبالرغم من كده عايز اقولك ملعجات الجميلة يعني لما تيجي رايح في العيد كده مثلا داخل بيت العيلة فبتزور خلاتك او عماتك فالاول تدخل البيت الكبير الشقة الكبيرة بتاعت جدتك فتلاقي الطبقة اللي فيه طبقة اياه اللي انتوا عارفين وفيه الكحك والبسكوت والغريبة وشوية شوكاراتة وشوية مش عاف سوداني وشوية مكسرات والدنيا حلوة ايو فتقعد خلاتك كلهم قاعدين معاك فتقعد تاكل لحد ما تموت وتسلم عليهم وكله تمام واقعدنا وقضينا الوقت اللذيذ يلا بقى عشان امشي فتلاقي الكبيرة هتمتكلمي خلتك الكبيرة تمشي فين هو انت مش هتطلع تعايد عليها في شقتي ايوه اطلع عايد عليك في شقتي ما احنا عادين مع بعض بينا تلات ساعات تقول لك لا لازم تطلع تعايد في شقتي فوق معاك تقوم طالع معاك شقيتها فوق تعالي عايد عليك فوق ونقعد شوية تبصت لا حتطلك الطبقة برضو الطبقة اياه اللي انت عارفه تقول لك خل بالك بقى لا حاسم الكحك والبسكوت اللي عندي مختلف خالص على اللي انت كلته تحت اه بالرغم ان هم عجنينه مع بعض وعملينه مع بعض وكله تمام فتقعد تاكل لحد ما تموت تيجي طالع مش شقة تقوم خطفاك التانية تقول لك هو انت ايه انت مش هتطلع عند انا كمان يا ستة اطلع عند انا بقى لي ستة ساعات قاعد تقول لك انت متكبر علي يعني انت هتيجي حد لحد انا ومش هتطلع شقتي طب خلاص هو انت يسا متجاوزة جديد اطلع شقتي جعمل معاك ايه تقول لك لازم كده لازم تطلع تعايد عليها تقعد معايا شوي تطلع تتنك متاني للتالت للربع للخمس لحد ما ينزلوك من فوق شالينك من كتر الاكل المصريين